جمهورك نصيف أنا دقلت قبل بمرة و أرجع بكاريرا من الجمهور اللي ما يشتم و ما يهاجم الحمد لله و ما بيفوت بالمشاكل اللي بتصير عادة بين الفنانين و بيتطروا الفانزات يتقسموا بين بعض أنت عودت جمهور هيك أم هو هيك؟ لا والله اللي متلنا تعولوا عنها يعني بتحسنوا أنا إذا أنا هيك الناس اللي بتحبني هيك يعني جمهور الفناني يشبهوا إيه نوعا ما أكيد ما أنا هلأ عبتخليني أعطي رأيي ما عندي رأيي بالموضوع نا بجمهورك بجمهورك أنت كي بتشوفهم كي بتعطوا مع أمورك لما تتعرض لأي موضوع بشوفهم عندهم كرم بالدعم والمحبة يعني أنا دايما بحس حالي متفاجئ منهم إمتى المعجب أو المعجبة يعني أو المعجبين عموما ممكن يكونوا يعملوا دور سلبي ما يكونوا إيجابين بأي تصرفات ما صارت معي ما صارت معك صراحة ما صارت بس لألك أيامتها بتصير بس يعني هي ما صارت معي بس أنه بتصير أيام بس يصيروا اللي بحبك من كتر منه بحبك بحطك بمؤارنات مع فنانين سبقوك بالفن 30 و 20 سنة هذا موضوع مثل بيجيب المسبة ل محبة الزايدة أو آد محبة الزايدة بتولد ممكن بعض بتولد هالقصص بسهول لما بتشوف جمهور الفنانين عم يت يعني بيكون مثلا سين وعين من المغنيات لنقول عندهم مشكلة مع بعض فبتلقي الجمهورين هنن عندك نصيف اسلام أدك شكرا يا حبيبي بتلقي الجمهور هو اللي بلش يدافع بدون ما يكونوا الفنانات عاطينهم اوكي فبتصير المشاكل بين النجوم من ورا الفانز صارت شي مرة معك؟ لا لا ولا مرة لا صارت ولا رح تصير مع أنه يتسمى الجمهور بالجيش جيش نصيف جيش فلان جيش حبين الله يزيدون هنه ألبة صاروا يحطوا مسميات لكتير قصص يعني أنا هلأ حاطين لي مسمى ما بحبه أنا مثلا لقلي شو عمي اللي والله شو آخر هاي عم تقولونه تحبه هذا والله عمي متواضع بلاكس هذا إذا بدك لنفهم صاح بدي أحكي هذا بس لأنه لتعطيني حقي يعني أنا أيام بقول أنه الفنان أهم من النجم أنا دائما بيقولولي بيكتبولي النجم أنا بالنسبة لي مرتبة الفنان أعلى الفنان أعلى فأنا فنان الفنان فنان بس يعني بتفضل يقولوا لكن الفنان نصيف زيتمون على النجم علما أنه الفنانين لما بكونوا عندوا حفلات بيصروا على كلمة النجم والنجم العربي والنجم الكذا لأنه بيعتبروا أنه كلمة نجم يعني بالنسبة لي لأني أنا الباكراوند تبعي شوي خلينا نقول شبه أكاديمية أنا ما تخرجت لأني بيحترم في مصطلحات بيحترمها الفنان والمطرب بعد مرتبة أعلى وأحلى في عندك تحب يقولوا مطرب لا فنان ليش مطرب لا أنت أنه ما بحس حالي أنا يعني أنا مجمنو تواضع بس حاط حالي بمرتبة فنان ما بتقدير غني طراب نصيف أكيد غني طراب غني طراب بس أنه في ناس أهم مني تغني طراب هيدا يا حقيقة مين كتير بدون ما ماسمي مولا أنه ما بديعطي كردد بس في كتير ناس أهم مني أنه تكون مطربة يعني أنت ما بتحب يعني تجرب بلا 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 تعمل شي طربي وبحب غني ومنغني بالحفلات ومنتعاطى مع الناس بالطريقة اللي بدي إياها بس أنه أنا الموقع اللي أنا مختاره أنا بدي يكون كنت عبدول قبل شوي أنا لأنه في باكراوند أكاديمي أنا ما تخرجت تتمنى لو أنك كنت تخرجت يعني أولا ما بتحسها كانت هتفرق كتير بلا أكيد لا بدأ تفرق أكيد للشهادة بالأخير عادة فاليو يعني للإنسان قيمة مضافة قيمة مضافة بس إضافة للعلم اللي بتستحصل عليه من وراها هذا زيادة علم بس ما ساقبت الشغل أخدني ما ساقبت طورت حالي بغير محلات أو أكيد هذا مشهود لإلك فيه نصيف هحكي شوي عن الفترات الماضية نصيف اعتمادت سياسة سينجلز بين فترة وفترة وبتصور كورونا لعبت بالزمن عندك بجدول البورماك وبجدول أغاني كله تخربط يعني صار فيه انزياح بالوقت كله ياتو هلأ بأي مرحلة أنت من الإصدارات أنا بمرحلة بالنسبة للي عم خلص عم شطق فيه تشريبات هيك بيقولوا بيشطب ايه علمسات الأخيرة يعني علمسات الأخيرة بإذن الرب فيهلأ شو محضر محضر أعمال كتيرة لا بك تقل لي شو يتقصصك ألوان أسماء فيه شيء من الأكيد اللون تبعي اللي هو أنا السوري اللبناني بلاد الشام لونة اللي أنا بلشت فيه ومكمل فيه شيء منه رح ينزل فيه بعض الأعمال الخليجية خليجية تغنيت عراقي قبل فيه عراقي كويتي خليجي ما بعرف كيف نالسمه فيه مصري بقوة يعني ما رأيلك كم غنية هلأ كان عندك بالألبوم الماضي لا كانت تجربة خليجي نقول لأنه الجو كان فايتين لسه بكورونا أولت كورونا صحيح يعني وأول ما بلش الجائحة تخربط كل شي معي تخربطت الخطة اللي كنا رسمينا أنا شخص نحنا شوية منتأخر لأنه منرسم خطط لأنه من منعمل هدف قدامنا كيف نرو عليه فحاليا نعمل شطة بعدة أعمال الأغنية المصرية اللي نزلت قبل بالألبوم الماضي أخذت حقا ولا لا ما أخذت حقا بسبب كورونا مش بسبب كورونا بسبب خياري لقيلة والتأخير اللي صار خياري لقيلة كان إذا بدك اليوم أنت لقيلة كيف أنا منقية من سنتين أخذت معي خمسة سنين لنزلت صار صار بدي أبديت صار بدي أبديت صار بدي كانت بغير زمن كانت بتنزل الغنية كثير حلوة كثير بحبة بس أنه ولا مرة بس تراجع أختياراتك الماضية بتقول هاي ما كان لازم أختيارها لا لا أبدا أبدا ما بغني غنية ما حد صوتتي أغنية إذا ما أحببها قديش بت تحسب حساب مصر لما بدك تغني لتقدر تفوت على الجمهور المصري أنا ما قصت بحسب حساب مصر أنا بحسب حساب التموضع تبعي العربي اليوم أنا فنان عربي سوري الحمد لله القاعدة تبعي بسوريا أهلي الواحد ما في يمدح بأهل بيته بس أنا الطموح تبعي كمية الانتشار